نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ترأس معالي الشيخ شخبوت بن نهيان النهيان وزير دولة وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الخميسة عشر للقمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي في جامبيا وألقى معاليه كلمة أكد فيها إمان دولة الإمارات بضرورة دعم الأمن والسلام والمحافظة عليهما من خلال الوعي الوطني الذي يحافظ على ثقافة السلام بين المجتمعات وتعزيز قيم التسامح والتواصل ووضع الآليات اللازمة لمنع النزاعات المسلحة وأضاف أنه انطلاقا من دعمنا الراسخ للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين سعت دولة الإمارات خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي للعامين 2022-2023 لبدل كافة الجهود في هذا الصدد وتابع معاليه أنه فور اندلاع الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة في شهر أكتوبر 2023 باشرت دولة الإمارات تحركاتها الدبلوماسية المكثفة على الصعيد كافة بهدف وقف التصعيد وشدد على ضرورة أعطاء الأولوية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية وتأمين ممرات آمنة لإصال المساعدات الإغاثية الإنسانية الملحة ولفت إلى جهود دولة الإمارات أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونجاحها في اعتماد المجلس لقرارين 2712 و 2720 للعام 2023 الذين طلبا باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وجدد معاليه دعوة دولة الإمارات للمجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنب مزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد إدانة دولة الإمارات الشديدة لأي ترحيل قصري للشعب الفلسطيني الشقيق وأي ممارسات مخالفة للقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وأوضح موقف دولة الإمارات الداعي إلى تهيئة مسار لإحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وهو ما يتطلب تعاونا من الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف وإيجاد أفق سياسي جاد وشدد معاليه على أن دولة الإمارات لم تأل جهدا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني له ترجمة نانسي قنقر